اشتركوا في القناة سامورين الدولية محملا بذكريات مليئة بالسعادة بعد ان توج سموه بالمركز الثالث في بطولة العالم التي اقيمت في عام 2016 في نفس القرية بسلوفاكيا بعد ان استطاع سموه التفوق على نخبة من فرسان العالم ليؤكد قدرات وحنكة سموه الكبيرة في رياضة القدرة واكد اسم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ان رياضة القدرة البحرينية سجلت حضورا بارزا في المحافل الاوروبية في الموسم الحالي بعد ان فرضت هيمنتها على عدة بطولات مما يؤكد ان هذه الرياضة ماضية في التطور والازدهار بفضل الدعم الذي تحظى به والرعاية الفائقة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والمساندة الدائمة من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله واوضح اسم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ان بطولة سامورينا الدولية للقدرة في سلوفاكيا من المؤكد ان تكون من ضمن البطولات القوية عطفا على مستويات البطولة الاوروبية السابقة والتي دائما ما تشهد منافسة قوية بين الفرسان المشاركين وسرعات عالية في المراحل مبينا سموه الى ان الفريق الملكي تطلع لتحقيق كافة اهدافه واشار اسم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ان الفريق هدفه التواجد على منصة التتويج في السباق متمنيا سموه كل التوفيق لكافة فرسان الفريق وابدى اسم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ثقته الكبيرة في تحقيق المراكز المتقدمة وتحقيق اهداف هذه المشاركة في ظل امتلاك الفريق الملكي نخبة من الفرسان المتميزين القادرين على مواصلة العطاء مؤكدا سموه ان الاهداف التي وضعها الفريق في هذه المشاركة ستعطي الفريق حافزا كبيرا وخبرات واسعة قبل بطولة العالم هذا وتابع اسم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الفحص البيطري الذي اقيم في قرية البطولة كما شارك سموه في وزن الفرسان وسيشهد سباق مئة وستين كيلو متر مشاركة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة اضافة الى اربعة فرسان من الفريق الملكي وهم سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة جعفر ميرزا عبد الرحمن الزايد رائد محمود كما ستشهد مشاركة الفارسة سيسيليا ضمن الفريق الملكي وتأتي المشاركة في البطولة لتأهيل الفرسان والجياد للمشاركة في بطولة العالم القادمة التي ستقام في ايطاليا ضمن البرنامج الذي يسير عليه الفريق الملكي للقدراء